إننا قد بدأنا بتنفيذ مشروع هوارى برز السكني عام 2013 وفقاً لكافة الموافقات الرسمية وبعدها باشرنا بالعمل في 1.9.2019 ثم تفاجأنا بسؤال رئيس هيئة استثمار كاركوك وقتها السيد جار الله حمد عبد الله وهو يسألنا عن عائدية وملكية وإداية المشروع رغم كل الأوراق الثبوتية الأولى فبينا لو إننا أصحاب الحق وعرض علينا كتاب محكمة التحقيق السليماني يفيد بأن أحد السيدات هي صاحبة المشروع فلجأنا للقانون وبنفس المحكمة أقمنا دعوة رسمية وبدورها أصدرت محكمة التحقيق السليمانية كتابها المرقم 25.25.28.10.2021 والذي وجهته إلى هيئة استثمار كاركوك وبينت في السيدة المعنية متهمة لدى محكمة التحقيق السليمانية بالنصب والاحتيال وفق مادة 456 قانون العراقية وإن المتهمة ليس لدى حق التصرف بالشركة وامتلكات الشركة إن المشتكية عليها قامت بعملية نصب واحتيال وتحويل أسم الشركة إليها باسمها وأيضا سرقت مواد إنشائية متروحة تقدر بأكثر من مليون دولار أوليكي وعلى هذا الأساس أقمنا دعوة عليها بعلم هيئة استثمار كاركوك وبعد استثمار الدعاوي بيننا بالمحاكم استغلت المشتكية عليها فترة حظر التجوال الخاص بكورونا من مثولية في إدعاية بملكية المشروع وقامت ببيع الدور السكنية بالمشروع وخالفت بذلك كتاب هيئة استثمار كاركوك القاضي بعدم بيع أي عقار بالمشروع أو تقاضي أي مبلغ من المتعاقدين مع الشركة قبل عملية نصب والاحتيال